بسم الله والصلاة والسلام وعلى شك في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مثال عندي مثال كده بسيط مثال بسيط يتحرك جسم اهو مثال يتحرك جسم الجسم ده يتحرك على المحور مين؟ على المحور اكس عشان الحركة ايه؟ خطية اهي حسب الالاقة الاتي ادي الالاقة اللي ايه؟ اللي بتحكم حركة جسم يتحرك جسم على المحور اكس حسب الالاقة الاتيه ده اكس كده لفتي اهو مدام القصير كده وباكس كده لفتي بساوي 7.8 بلاس 9.2 تي ماينس 2.1 تي سكوير ده العلاقة بتاعتنا بحيث ان الاكس بكام بالمتر يبا اكس بكام بالمتر هاي ده الاكس والزمن طبعا بالثانية عايزين السرعة عنده اوجد سرعته عنده كام ثلاثة ونوص ثانية يبا تي مدام ذكر الموضوع ده مدام قال لي اوجد سرعته عند كذا عند اول ما يقول كده ده معنى ذلك انه عايز السرعة اللحظية السرعة اللحظية طبعا احنا اوجدنا القانون بتاح ادي السرعة اللحظية الحل اهو السرعة اللحظية بتساوي مشتقة الازاحة المشتقة الاولى الازاحة بالنسبة للزمن وعشان برضو نعرف يعني المشتقة انا لو عندي واي تساوي اكس اس ان عندي علاقة بين الواي والاكس علاقة دالة دالة بسا منزل بين العمر زي العمر والطول مسلا لو انا عايزي بالمشتقة سهلة جدا دي واي على دي اكس وتساوي انا بنزل الاس اهو وبعدين بنقص الاس واحد بس كده يبا خلاص ده مشتقة وعكسها التكامل التكامل ان احنا ناخد دلتا اكس دلتا اكس تديني اكس فانا حاب تريد brilliant اخد المشتقة الاولى لهذه المسافة تساوي لهذه المعادلة طبعا مقدار السابت دائما مشتقة سفر يبب زي الزي بتي اهي التية هاي Tina مثلا التية اكس بيساوي تية عايزين الدية اكس على الديي التية الاس بواحد يببا نزل الاس وبعدين نقص واحد واحد مينس واحد بسفر يببا واحد في تي قصص سفر تي قس سفر بكام بواحد يبقى بواحد يبقى ده واحد في مضروف يبقى ده تسعة واثنين وعشر ماينس التي سكوير بقى هننزل التنين ونضربها فيه اتنين واربعة واثنين من عشرة ونقص تي قس واحد يبقى المعادلة بتاعت البي تساوي على طول ناين بوينتو ماينس فور بوينتو تي دي المعادلة بتاعت وبعدين عند كزا يبقى عود عضو البي تي تساوي سري بوينت فايف ثانية تساوي هعود تعويض مباشر ماينس فور بوينتو مضروف مين مضروف تلاتة ونص تديني في الاخر خالص لما انا استخدم العلاقة بتاعتي تمام هتديني على طول القيبة يعني ناين بوينتو ماينس دي تلاتة ونص فاربعة اربعة في تلاتة ونص اربعة في تلاتة باتناشر اربعة اربعة داشر تقريبا حيبه خمستاشر يبقى تسعة ماينس خمستاشر ستة متر كل ثانية دي عبارة عن السرعة اللحظية وده مثال عشان نعرف ازاي احنا نوجد السرعة اللحظية لمين لأي لأي جسم بيتحرك وهذا الجسم له معادلة بالدهن طبعا في المسألة اقول انا مدام قال لك ات عند كذا عند فترة عند تي بيساو واحد ثانية عند تي بيساو اتنين ثانية يبقى تلالي بعضول السرعة السرعة اللحظية طبعا هنا هناخد السرعة المتوسطة اللي هي الافريج او متوسط السرعة اهدي حركة جسم تعرف السرعة المتوسطة لجسم متحرك بتسارع ايه تسارع سابط طبعا بانها تساوي ايه بتساوي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقضع نفس المسافة في نفس الزمن بانها تساوي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقضع نفس المسافة في نفس مين الزمن يعني السرعة كما يمكن تعرف المتواصل السرعة V بأنه نسبة بين الإزاحة إلى التغير في الزمن الذي تمت فيه إيه هذه الإزاحة دلتا X على دلتا T إزاحة مقدار التغير نسبة بين الإزاحة إلى التغير في الزمن والدلتا T بيساوي T2-T1 والدلتا X بيساوي X2-X1 السرعة المتواصلة عبارة عن X2-X1 على T2-T1 وإذا كانت V1 هي السرعة الابتدائية لجسم متحرك بالسائل منتظم وكانت V2 هي سرعات النائية فإن السرعة متوسطة عبارة عن V1 plus V2 على 2 يبقى دي السرعة ابتدائية ودية السرعة النائية متوسط عادي معروف المتوسط جمع ده على 2 وبحط العلامة اللي هي علامة زي علامة الماينوس كده علامة السالب ده معناها سرعة متوسطة مثال هنأخذ مثال زي كده المسال اللي بيقوليه جسم بيتحرك بسرعة 10 متر لكل ثانية عند لحظة معينة وبعد 10 ثواني أصبح سرعته 30 متر احسب المسافة التي قضعها إذا كانت سرعاتي تتزايد بانتظام يبقى عندي جسمي بيتحرك بسرعة كذا بيوان بكم بعمر 10 متر لكل ثانية و بيتو بعد 10 سا وتي بكم بعمر 10 ثانية 10 سيكينز سرعة النهائية كام هه سرعة نهائية معروفة هي مكتوبة 30 متر لكل ثانية عايز المسافة عايز المسافة اول حاجة انا اجيب السرعة المتوسط سرعة المتوسط هي تساوي V2 plus V1 على كام على 2 يعني 30 plus 10 على 2 يعني 40 division 2 يعني 20 20 متر لكل ثانية يبقى انا عندي السرعة وعند الزمن العلاقة بينهم السرعة تساوي مسافة على زمن يبقى هذا يؤدي ان المسافة تساوي سرعة في مين في زمن السرعة بكام السرعة 20 والزمن كام 10 يبقى 10 في 20 بكام 10 في 20 بمتين يبقى 200 متر يبقى الجسم ده اللي اتحرك بسرعة 10 متر في الثانية في العشر ثواني تمام قضع 200 متر واصبح سرعته بعد من قضع 200 متر اصبح سرعته 30 متر في الثانية ده مثاله مسافة بسيط جدا الحل هو يمكن حل المسال ده بطريقة تين الطريقة الاولى ازاي بقى بالتعوث العلاقة الاتية عطول الفي تربية بيساوي في نوت تربية زائد 2 اي اكس هنعوض بالسرعة النهائية بكام 30 متر كل تربية السرعة المترية كام عاشرة الكل تربية تمام زائد 2 اي في اكس اهو نحصل على قيمة التسارع اللي هو الاي وبالتعود في العلاقة الات دية نحصل على قيمة المسافة اكس نحصل على قيمة المسافة اكس على طول احنا اوجدنا التسارع العلاقة دي اهي ادي المسافة بسيط في نوت تي زائد نصف اي تي سكوير ومنها ممكن نحسب 200 متر حسبناه طريقة سهلة جدا زي ما عوضنا عنها تمام ووجدنا لكن هناك سلاس طرق الطريقة الاولى تمام اه دي الحل بطريقة الثانية بقى الطريقة الثانية زي الطريقة اللي احنا عملنا بها ال V1 بلاس V2 على اتنين عشرين متر كل ثانية تعويض بناجد المسافة بمتين متر خلاص يا ايما بالطريقة دي الطريقة الاولى اللي هي دية باستخدام المعادلات الحركة اللي خدناها المعادلة الاولى V بسيط زائد اي تي تمام او يعني المعادلة الاولى معروفة V تساوي V نوت زائد اي تي طبعا احنا هنجد التسارع مش من العلاقة دي من العلاقة دي مش من العلاقة دي العلاقة دي هي V نوت بكام بتلاتين V بثلاتين و V نوت بعشرة زائد ايه والزمن بكام بعشرة يبقى التسارع بكام تلاتين مينس عشرة على عشرة يبقى في هذه الحالة الايه بكام الايه لما نعوض تلاتين مينس عشرة بعشرين على عشرة فيها تو يبقى تو متر كل ثانية تربية ده التسارع وهنعوض في المعادلة دي بقى عشان نوجد الاكس الاكس في هذه الحالة تساوي V نوت بكام V نوت بعشرة والزمن بكام الزمن بتي بعشرة بلاس نص التسارع وجدناه باتنين وتي تربيع عشرة فعشرة بمية اهي والتنين هنروح مع التنين يبقى ده عبارة عن مية عشرة فعشرة مية زائد مية يدي نمتين متر تمام خلاص احنا ايه ما فيش اي مشكلة ان احنا نوجد اي قيمة مجهولة او كمية فيزيائية مجهولة باستخدام التات مواعدات اللي خدناه نستكمل ان شاء الله الحركة الخطية بتسارع متغير في المرة القادمة